تسعى الجزائر جاهدة إلى مراعاة الاحتياجات المائية لبلدان الجوار وتتجنب في سياغة سياساتها الممارسات الاستغلالية التي تضر بالبلدان المجاورة مثل بناء السدود في مناطق قريبة من الحدود أو تحويل مجاري المياه السطحية مما يؤثر على قدرة البلدان المشاطئة للمجرع المائي من الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وفي المقابل تعيش الجهات الغربية والجنوبية الغربية لبلادنا آثارا سلبية من ممارسات دولة الجوار المغرب المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود إلى كوارث بيئية أدت إلى وجه التحديد إلى تدهور نوعية مياه سد حمام بغرارة بولاية تلمسان بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية كذلك تراجع حاد في إمدادات المياه من واد غير نحو التراب الجزائري بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود مما أدى إلى تجفيف ممنهج لسد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية وعلى ضوء هذه الممارسات السلبية تأثرت منطقة الصورة بالجنوب الغربي للجزائر ما أدى إلى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي لا سيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي فضلاً عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة كما شملت هذه الأضرار بالإضافة إلى استفحال ظاهرة التصحر وانحصار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري تضرر 43 سنفاً من الطيور والحيوانات النادرة